وهذا موضوع الحرية التي تحدثت عليه السيادة اللواء نحن نأخذ إلى جانب آخر قانون الجريمة الألكترونية تخوفنا كثيراً نحن كصحفيين وكأعلاميين من موضوع قانون الجريمة الألكترونية اعتبرنا بعض النقاط الليبي قد يكون تكميم للأفواه النقاط الأخرى نحتاجها بصراحة أن هذه الحالات السلبية بالمجتمع والتي تسمى تحت اسم الإعلام لابد من مكافحتها لكن شلون نقدر نفصل والله أخويا ما زل أحكي لك أنت من أخواننا وزملائنا اليوم العراق أنا مورد أني موظف حكومة وأتكلم ولكن من البلدان المتقدمة في حرية التعبير نعم تقدر تتكلم تقدر تنتقد الحكومة تقدر تنتقد الوزراء والمؤسسات خاصة إذا كان نقد موضوعي ما حد يقول لك لا بالعكس تكون هناك استجابة واردة فعل إيجابية سريعة لتصحيح الخطأ اللي أنت شخصه نعم هذا يحسب إلى العراق ويحسب إلى الحكومة العراقية ولكن هل من الصحيح اليوم أنا أريد أن أنتقد أكس من الناس أنه بالغلط أو بالإساءة أو بالصور أو بالتركيب أو الفبركة أو أسئل أهله وعائلته هذا الموضوع ما مقبول ما مقبول يعني شنو الحرية أو حرية ديمقراطيتك حتى تنتقد شخصية ولكن نسي إلى أهله وعائلته وتستخدم ألفاظ وين حقيقة وين الحرية التي تتمارسها هاي إساءة هاي خروج عن القانون خروج عن التقاليد خروج عن الشريعة هنا أنا أعتقد واضحة المعالم ما أعلم هو قد يكون الخلاف نوعا ما به أطراف سابقا سياسية أو معسكرين رافضوا معه ولكن يجب أنه يكون معسكر لمصلحة العراق اللي هو شون إحنا نحافظ على كل هاي تفاصيل ذكرتها وشون نحافظ على عائلتي أنا اليوم أنت عندك أطفال وكل إخواننا وكل مشاهدين عندهم أطفال وعوائل ويطلع لحجاءتك على التوكتوك وشوف هاي الإساءة يعني هل أنه أنتون تبقى ساكت أو تطلع يعني شخصية اليوم باتت معروفة وتعطي دعاية إلى يعني نادي ليلي أو غيرها بأسلوب سمج ورخيص جدا وإحاءات مرفوضة هل هذا صحيح؟ يعني إحنا نتخيل أنه شاباتنا بناتنا الصغار يعني جوه جوه ل 15 سنة هذولا بسرعة رح يتأثرون بهذه ويحاولون يقلدون يكون نرجع لدراسة النظرية المسؤولية الاجتماعية يجب أن نكون نحن هنا على قدر المسؤولية في هذا الموضوع نعم قانون آخر ربما أنتم بحاجة إليه كسلطة تنفيذية قانون العنف الأسري هل نحن أيضا قانوننا اليوم يحتاج إلى دعم في هذا المجال العنف الأسري ولا الشرطة المجتمعية قائمين بدورهم؟ لا طبعا شوف القوانين مهمة جدا القوانين هي من تبني لك طريق العدالة بوضوح وبدون لبس ولا ضبابية بالتالي الوقت يتغير الزمن يتغير ما شرعه في الستينات لا يمكن أن يطبق بكل تفاصيل أو حذافيره في 2021 و2022 ونحن مقبلين عليها بالتأكيد أنت يجب أن تتماشع مع روح العصر في التشريعات القانونية وبالتالي هذه التشريعات ممكن أن تضفي بضوءها الإيجابي على الواقع الأمني أو الأمن المجتمعي اليوم يوجد مشكلة ثانية يمكن يواجهها قواتنا الأمنية يتحاشون الضابط أو المنتسب يمكن خلال السنوات الماضية أن يدخلون في مشكلة مع جهة محددة كأن تكون مثلا عصابات أو ما إلى ذلك خوفا من التبعات العشائرية أو حتى القانونية اليوم حتى رجل الأمن أحيانا تحسه مقيد مكبل ما يقدر ينفذ بالشارع وضعه بسبب هذه الضغوط ومنها حتى سياسية لكن شنون نقدر أحنا كمؤسسة إعلامية ندعم هذا الجانب التنفيذي جانب مهم ونعتقد بفترة الأخيرة تحررنا من عنده أولا قرب استيد رئيس الوزراء من القوات الأمنية نعم وأيضا جهد الوزارات الأمنية ومؤسسات الأمنية في هذا الوقت يعني ساد الوزراء وتفهم المواطنين ولعله أنت أشرت إلى قصة أخرى شيء نام أبينا اليوم الإعلام هو سلطة رقم واحد في إدارة المنظومة الاجتماعية العراقية نعم وهناك دعم حقيقي من قبل للإعلام الهادف من قبل الحكومة العراقية بالتالي عندما نكون جماعات الضغط أو جماعات التي تحرك اتجاهات الرأي العام باتجاه قضية معينة هذا سوف يكون عام الضغط مهم كثير من القضايا التي أصبحت ترند أو أصبحت قصة رأي عام وقضية رأي عام كان هناك تحرك كبير جدا مجرد أن أحد الأخوة الإعلامين يعني أو مناشدة من فتاة أو شخص أو عائلة وشفت الكل إشوان يتحركون خاصة إذا كانت الطروحات موضوعية منطقية قانونية فيها الحق نعم وإحنا أيضا في برنامجنا في برنامج لوكيشن ذنحاول أنه يعني تجينا بعض الانتقادات أنه أنت تتناولون أمور سلبية طيب هي حالات موجودة بالمجتمع لكن إحنا من دننقلها وهذه الأحداث والحوادث والجرائم من دننقلها حتى تكون عبرة للآخرين وإذا ما إحنا طرحناها فهي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي أي أحد يقدر يوصل إلىها إحنا ذنحاول من يكون يكون لنا ضيف يعني نوصل إلى شخص هذه الحالة ونضعها أمام المشاهد حتى تكون عبرة وأيضا حتى لا تتكرر وطبعا نشكر السيد اللواء احنا بتعاونه ويانا وزارة الداخلية والحقيقة يعني يذلل كل الصعوبات في أن نوصل إلى هذه القصص وبمساعدتك شكرا لك سيادة اللواء لكل ما تقدمها للإعلام العراقي ولدعمك أيضا إنها